اشتركوا في القناة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكومة عليه فيها وقال المستشار أحمد الحمادي أنه في ضوء التحقيقات التي تجهها النيابة العامة بشأن وقائع الاتصالات المسجلة والتي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج ومن خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريد على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية وقد تم تقديم تقارير تشير إلى مسؤولية هؤلاء المتهمين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية وأن المتهمين في هذا الصدد قد تلقوا دعما ماليا من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضر بالمصالح القومية للبلاد كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية وتكليف آخر يكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات والأحاديث التي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية وتم الكشف عن أنه في إطار هذا الاتفاق نقل المتهمون معلومات سرية وأمد الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اهترابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام وكان قد شهد بذلك ضابط التحريات واثنان من شهود الإثبات الذين تم كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون وقال الحمادي أنه قد تم استدعاء المتهم علي سلمان واستجوابه بجلسة التحقيق اليوم في حضور محامي ومواجهته بالأدلة التي حوتها الأوراق في حقه وقد وجهت له النيابة العامة التهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية وإذاعة أخبار وبيانات مغردة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل ومن هيبتها واعتبارها وأضاف أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وما زال التحقيق مستمرا في هذا الشأن اشتركوا في القضية